الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بالجهود والتضحيات التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة ضد ميليشيا الانقلاب في بلاده وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين بلاده ودول التحالف العربي لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل مشيرا إلى مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأدرعها الإرهابية لا تزال تتربص بالجميع بسبب أطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية